أحياناً الولد لا يريد أن يدبع التوجيهات هناك طريقة سهلة لتشجيعهم هي طريقة أولاً ثم بإمكانك القول للطفل ما تريد أن يفعل أولاً ثم باستطاعتهم أن يفعلوا شيئاً يحبون القيام به مثلاً الأم تريد الولد أكل طعامه لكن الطفل لا يريد الأم تعرف أن الولد يحب اللعب في الحديقة عندها الأم تقول أولاً أكمل طعامك ثم تستطيع اللعب في الحديقة أو الولد لا يحب تمشيت الشعر لكنه يحب الحكايات الأم تستطيع القول أولاً سنمشت شعرك ثم سأروي لك حكاية أو إذا أرادت الأم أن يضع ولدها حذاؤه ولكن الولد لا يريد الأم تستطيع القول أولاً سأساعدك على لبس حزائك ثم سأخذك معي إلى السوق طريقة الأولاً ثم طريقة سهلة لتشجيع الولد فهي تدركه على معرفة أن اتباع التوجيهات لها فوائد عندما يتعلم الولد أن يتبع التوجيهات فهذا يساعد بقيام الروتين اليومي بسهولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر